يا فاروق أهلا بك تحياتي لك زميل العزيز أمير الشام كل التحية لك وكل سنة وكل سنة وكل جماهير الناد الأهلي والأمة الإسلامية بخير وشهر رمضان المبارك يعني ربنا يعيد علينا جميعا بالخير واليمن والبركات ويعني مناسبة يعني كلنا بنستناها كل سنة فإن شاء الله تبقى كلها خير وبركة على كل جماهير الناد الأهلي في كل مكان إن شاء الله بإذن الله يا فاروق طمنا على استعدادات النادي لأهل مباراة النصر وإيه أهم وأبرز ملامح لمران النهاردة عايز أخذ من كلامك أمير إن هي مباراة مهمة جدا طبعا عندنا يعني تعرف الفترة اللي جاية فترة كلها مزدحمة بالمباريات مباراة الزمالك ثم يعني مباراة النصر ثم مباراة الزمالك عايز أقولك إن الجاز الفني للنادي الأهلي يعني فرض خلاص يعني منع كافة التصريحات الإعلامية أو الحديث في الوسائل الإعلامية كابتن سيد عبد الحفيز ومستر بيتسو موسيماني النهاردة اجتمعوا وقرروا يعني خلاص مفيش العلاح هديث يعلوا فوق صوت يعني مباراة النصر يعني الجاز بيديها أهمية وعدم الانشغال بمباراة الزمالك قبل مباراة النصر يعني كابتن سيد عبد الحفيز قال لك نحب ناخد الخطوات خطوة خطوة يعني عندنا تركيز في مباراة النصر عندنا مجموعة من الغيابات وهي أيضا مش يعني مفيش أي حديث بيتم عن مباراة الزمالك قبل الانتهاء من مباراة النصر وتجنب مفاجآت كأس مصر خاصة أن فريق النصر بيقوده واحد من المداربين يعني أصحاب الخبرات الكبيرة كابتن سيد عيد واحد من الفرق في دوري المبتاز به ولكن النادي الأهلي بيدي أهمية لهذه اللقاء يعني تقدر تقولي أمير المباراة الأهلي والنصر طبعا في ظل مجموعة من الغيابات يعني إن شاء الله هقدر أتكلم معك برضو على مجموعة الغيابات الموجودة في فريق النادي الأهلي اللي هتغيب عن مباراة النصر وأيضا غالبياته ما يغيب عن مباراة الزمالك النهاردة طبعا أنت عارف أن قبل المران اليوم كان فيه طبعا المسحة الطبية اللي هي قبل المباراة 48 ساعة طبقا لبرتقول وزارة الشباب ورياضة وزارة الصحة تم إجراء المسحة الطبية للعبين والجهاز الفني يعني عقب المسحة الطبية مستر بيتسو مسماني اجتمع مع اللعبين طلب اللعبين بعدم الاستهانة بالخص مع عدم النظر لفريق الناصر إن هو كأحد فرق الممتاز بيه وضرب مثل بفريق بترجيت اللي وصل لدور الثمانية قال هو واحد من الفرق يعني دي بتبقى تسكرة لنا كلنا إنه واحد من فرق الممتاز بيه وإنت عارف أن الكأس دائما بتحمل المفاجئات طالب اللعبين بتركيز في هذا اللقاء اللقاء يا عمير يعني بعد جلسة مستر بيتسو مسماني انطلق المران اللي شهد النهاردة انضمان بعض اللعبين من فريق الشباب بالنادي الأهلي اللي يعني فازوا بالأمس على نادي الزمالك بادافين مقابل أدف نهاردة كان منضم إبراهيم من السيد ومصطفى إلياس وعبد الرحمن نمانو ومصطفى فوزي مجموعة من اللعبين اللي نضموا النهاردة مع مستر بيتسو مسماني يعني تقدر تقول يا عمير طبعا نتعرف في غيابات عن النادي الأهلي في مباراة الناصر عندنا غياب لحسين الشحات والشناو طبعا للحصول على ثلاث انذارات الإصابات يعني فيها وقت برضو هنتكلم على بعض اللعبين يعني في وقت الإصابات علي معلول ومحمد هاني وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمود متولي وحمد فتح وكريم النهاردة تقدر تقول مستر بيتسو مسماني يحاول أنه يجرب أحمد نبيل كوكا في مركز الزهير الأيصر اللي بنسبة كبيرة هيكون هو اللي يشغل مركز الزهير الأيصر فيه مباراة الناصر أيضا النهاردة يعني ادب بعض يعني الشغل اللي سنائية رمي ربيعة مع سعد سمير بيحاول أنه يريح ادب فترة تروحها طبعا انتعارف لبدر بنون وبعض العناصر يعني انتعارف الفترة القادمة أميرة بفيها ضغط مباراة كتير جدا بتستغل هذه اللقاءات إن انت تدف فرصة لكن التغييرات تعرف أميرة تبقى في أضيق الحدود لازم تحافظ على قوام الفريق ممكن اللقاء طبعا يشهد عودة ناصر مهر ووليد سليمان عمل أكتر من تركان نهاردة مستر بيتسو موسيماني إن هو يجرب يعني ناصر مهر في مركز خط الوسط بجوار أكرم توفيق أيضا وليد سليمان في مركز عشرة انتعارف صلاح محسن أيضا في مركز الجناح كلها يعني يتقدر تقول ملامح من مستر بيتسو موسيماني بيحاول يجعز هؤلاء اللاعبين للمرحلة القادمة لو هنتكلم على الإصابات يا أمير برضو عايز أحطك في الصورة أمر مهم جدا يعني تقدر تقول علي معلول بيواصل البرنامج التأيلي الخاص به وهقولك على يعني أحد الأمور المهمة جدا وأمر يحسب لمجلس إدارة النادي الأهلي ومسؤول الجهاز الطبي في النادي الأهلي تم استقدام جهاز ألماني والجهاز يعني جهاز تم استقدامه من ألمانيا وأول لعيب بيتم يعني بيستخدم هذا الجهاز دلوقتي وعلي معلول الجهاز اسمه دكتور تيكر ده جهاز ألماني بيساعد على التقام العضلات وعلي معلول بيواصل يعني بأول لعب طبعا يعني نتمنى إن شاء الله ما فيش لعيبة كتير تبقى على هذا الجهاز أول لعب بيستخدم هذا الجهاز ده أحد الأجهزة اللي تم استقدامها مؤخرا في النادي الأهلي أيضا أطمئناك على كريم ندفد كريم ندفد النهاردة يا أمير لأول مرة بيبدأ بعض التمرينات بالكرة خلاص المرحلة يعني عملية الرشح الرشح ندفد دخل في المرحلة الأخيرة قبل النزول إن شاء الله ليه التدريبات الجمعية النهاردة الأول مرة كريم ندفد بيبدأ مرحلة التدريب بالكرة مع دكتور طارق عبد العزيز أيضا حمد فتحي النهاردة بدأ مرحلة مهمة جدا من مرحلة التأهيل طبعا هو كان يعني حمد فتحي ماشي على الجلسات والعلاج الطبيعي وأيضا بعض الجلسات في الجيم النهاردة يعني ابتدأ أنه يجري حول الملعب طبقا ليه البرنامج التأهيلي الموضوع من الجهاز الطبي للنادي الأهلي أيضا أطمنك على جونيور أجايد طبعا فضل أمير طيب فاروخ خليني أسألك أسألك عن برنامج الفريق للمباراة حتى موعد المباراة احنا خصوصا نحن عارفين فيه صفر وقبل ما تقولي برنامج في شكل سريع قولي بس برضو طميني على جونيور أجايد فضل يعني أقدر أقول لك أمير وأكد لك أن جونيور أجايد بنسبة كبيرة جدا يكون خارج حسابات النادي الأهلي في مباراة الزمالك إصابة عضلية وأنا أكد لك أن جونيور أجايد وأيضا محمد هيني بنسبة كبيرة كمانا يكون خارج حسابات مباراة الزمالك الشيخ تدريب الفريق غدا إن شاء الله يكون في تمام الساعة التاسعة مساء إن شاء الله بعقب التمرين الفريق هتوجه إلى الأسكندرية للمبيت في أحد الفنادق استعدادا لمواجهة فريق النصر في مباراة كأس مصر كل التوفيق بإذن الله أمير للنادي الأهلي في هذا اللقاء بإذن الله يا فاروق أنا بشكرك شكرا جزيلا زي مننا العزيز فاروق صلاح متعدد المزايا في الحقيقة من الناس الشطرة جدا بشكرك فاروق شكرا جزيلا كان معنا مستد مختار التيتش وقال لنا أخبار وكباليس مهمة جدا تتعلق باستعدادة الفريق لمباراة النصر إن شاء الله الأهلي يكون موفق في هذه المباراة